اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة هي الاساس لمختلف مسارات التعاون الثنائي والشراكات الناجحة في المجالات كافة واشار سمو ولي العهد الى الحرص على مواصلة دعم النجاحات على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظهم الله جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في مقر اقامته بالعاصمة الامريكية واشنطن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من اصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين حيث نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم ايده الله الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة كما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياته الى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه واشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما وصلت اليه علاقات البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة من النمو والازدهار مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على فتح اثاق جديدة من التعاون المميز في المجالات المختلفة والذي من شأنه يسهم في تحقيق التكامل المنشود والتطلعات المشتركة ويحقق الرفعة والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي واخر المستجدات الاقليمية والدولية